الهيئة الهندسية لقوات مسلحة حددنا احتياجات المحافظة من المعدات والآلات السيد رئيس الوزراء قال لي اشتري بالأمر المباشر وهيدفعه بمبنى 75 مليون جنيه لشراء معدات للصف الصحي تاني يوم عملنا لجنة برياسة اللي هو خالد محيد دين رئيس لدار ماكازيل مكتر المحافظ وتواصلنا معها وجناء على طبعا مبادرة من قوات المسلحة ومساعد إيس الوزراء مع إدارة مياه قوات المسلحة وابتدينا العمل فورا بحصل الشنايس ومصابات المياه اللي تم سدها من 20 سنة على الكورنيش اللي اتعمل لحماية الشواطئ أصاب هذه المصابات امبارئ ابتدينا فعلا وانزلنا فتحنا خمس مصابات على الكورنيش ومازال العمل مستمرا بمساعدة القوات المسلحة ومعداتها ذات الكفاءة العالية أنا بطمن حضراتكم وعايزة طمن الناس إن الدولة كلها متاجهة بنظرها إلى الإسكندرية احنا معلش الوقت ضيق جدا خمس يام بما بين حدوث 25 من عشر ومن عارضة عملنا إجراءات كثيرة جدا ما كانش فيه وقت إن احنا نقول لكم بالتفصيل اللي بيحدث قلنا متصرف وبعدين نعمل المؤتمر ده في فرصة وجود معالي الوزيرة اللي هو محمود نافع آآ تولى رئاسة الشركة من يومين أو من ثلاث يام بالزرق هو موجود معايا من أول لحظة وصل فيها المحافظة لغاية اللحظة دي وحبينا إن احنا حضرته يواجه لكم إيه الإجراءات اللي بيتم الصرف الصحي تنفيذها على أرض المحافظة تحصوبا لأي نواة قد تحدث في الأيام القليلة القادمة شكرا تفضل لهم